اشتركوا في القناة سمو امير دولة الكويت من مفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الكويت الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة بهذه المناسبة اشهد صاحب السمو الملكي وليو العهد رئيس مجلس الوزراء لما تشهده دولة الكويت من انجازات تنموية شاملة عززت دورها البارز ورسخت مكانتها وسط المجتمع الدولي كما اشهد سموه بعمق العلاقات الاخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك من تقدم ونمو مستمر على كافة الاصعدة منوها او مؤكدا سموه وحرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتطوير اوجه التعاون الثنائي في شتى مجالات بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين ويحقق الاهداف المنشودة كما بعث صاحب السمو الملكي ولو العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة المماثلة الى اخيه سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السلم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة اشتركوا في القناة